مرشح لمجالس المحافظات تم استبعادهم من الترشيه اللي وردت أسماهم من هيئة المسائلة والعدالة هذا معقول برأيك وبهذا التوقيت دائما بداية تحية طيبة لك وللأستاذ أحمد العبادي وللمشاهدي قناة NBC عراق يعني للأسف الشديد في كل مرحلة انتخابية وفي كل مرحلة يحاول الشعب أن يجدد ثقته بمن يمثله في أي انتخابات تلاحظون أن القوائم تتسارع وتطرح الأسامي اسمنتل والآخر مشمولين بالمسائلة والعدالة ويعني الأمر للأسف بدأ يأخذ منح سياسي بعض هؤلاء الأشخاص وترجع في التاريخ إلى الوراء يعني البعض منهم كان نواب البعض منهم كان إلى مناصب رفيعة في الدولة العراقية بعض هؤلاء كان أعضاء مجالس محافظات البعض مو فقط عسكرين بل هم من أبطال التحرير اللي اتغنت بهم مجتمعاتهم ومحافظاتهم وكانوا يعتبرون رموز لعمليات التحرير في فترة سيطرة تنظيمات الإرهابية على المدن هذا عنوان الحلقة اليوم أبطال في الحرب مشتثون في الانتخابات نعم نعم لأسف يعني في أكثر من لقاء طرح هذا الموضوع يعني هل من المعقولة اليوم بطل في الحرب وهو مشتث وما معنى الاشتثاث يعني أغلب البلدان اللي مرت بتجارب انتقالية فترات انتقالية في الحكم من أنظمة شمولية إلى أنظمة ديمقراطية وغيرها أنا أعتقد أنه هذه التحولات في المجتمعات لا من غير الممكن أنه تستمر خمس سنوات وعشر سنوات وخمسة عشر وإحنا اليوم دخلنا في العام العشرين على التحول اللي حصل في العراق بعد الاحتلال عام الفين وثلاثة يعني أعتقد أنه يكفي هذا الأمر وصلنا إلى مرحلة حتى لو تبحث عن اللي حسب القانون هم يستحقون المسائلة والعدالة أخي أغلبهم من نقطة القانون أقاطك أريد أن أعرف التوصف القانوني من هذا الاشتراك ترجمة نانسي قنقر